طيب يهمنا اوي نعرف الجلوبين جينز موجودة على كروموزومات انا عندي كروموزوم رقم 11 وكروموزوم رقم 16 دول يعتبروا مهمين جداً بالنسبة لجلوبين جينز 11 و 16 احنا لسه كنا منتكلم شوية على البيتا فلو نشوف البيتا هنلاقي البيتا موجودة على كروموزوم رقم 11 إياه 15 طيب هل بالعبر هنولدي جينز موجودة على البيتا موجودة على البيتا800 و في الجامعة 2 و في ال آبسل طبعاً هنعرفين ان البيتا كان بيشارك في تصنيع الهمجلوبين ا لو اتحد مع الالف والدلتا بيشارك في تكوين الهمجلوبين اتو لو اتحد مع الالف والجامع يشترك في تكوين الهيموغلوبين F لو اتحد مع الالف بينما الابسلون مع السيتا يعملونه هيموغلوبين E طيب لو نشوف بقى الجينات اللي موجودة على الكورونزوم رقم 16 طبعا عندنا يعني من اهم الجينات هو ايه الفا هيموغلوبين الفا وابسلون وانا وابسلون دو طيب ولسه قيلين الالفا باتحادها مع البيتا او الدلتا او الجامع بتعملين هيموغلوبين A وA2 وF بينما الثيتا باتحادها مع الابسلون بتعملين هيموغلوبين ثيتا هيموغلوبين E يبقى دي شريحة مهمة جدا لتوزيع الجينات اللي هي بنقول عليها جلوبين جينز على الكورومزوم رقم 11 وكرومزوم رقم 16 اشتركوا في القناة